مجاز لأهم الأنباء أهلا بكم دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في سوريا إلى مغادرة الأراضي السورية بأقرب وقت ممكن في ضوء التطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية وحرصا على سلامة المواطنين وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفير سوفيان لقضاء أنه تم تشكيل خلية أزمة وطنية من جميع الأجهزة المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية للعمل على إجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في الجمهورية العربية السعودية وتأمين عودتهم إلى المملكة بسلام وبأسرع وقت ممكن وقال السفير لقضاء أن الوزارة تتابع من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في دمشق أوضع الأردنيين الموجودين في سوريا ومؤكدا أنهم جميعا بخير أعلن الجيش السوري صباح اليوم تنفيذ إعادة انتشار لقواته في محافظتي درعا والسويداء جنوبية البلاد وذلك غدت هجمات شنتها الفصائل المسلحة على نقاطه العسكرية والإدارات الرسمية في المحافظتين وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها أن غناصر مسلحة قامت بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال القوات السورية التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحمى في مواجهة التنظيمات الإرهابية بحسب ما جاء في البيان ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس 14 خرقا جديدا للهدنة وبذلك يرتفع عدد الخرقات إلى 155 منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 من 22 الماضي وتركزت الخرقات في العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية وأقضية بنت جبيل ومرجعيون وحاصبية والنبطية وصور وقضاء عكار شمالي البلاد هذا وشملت الخرقات قصفا مدفعيا وصاروخيا وغارات بالطائرات الحربية والمسيرة وإطلاق نيران من أسلحة رشاشة وتفجير منازل وتوغلات في بعض المناطق أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفة معارف العبرية أن 56% من المستوطنين يؤيدون قرار المحكمة برفض طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تأجيل جلسات الإدلاء بشهادته في القضايا القانونية المرفوعة ضده وأظهرت نتائج الاستطلاع تأييد 53% من المشاركين استقالة وزير الأمن القومي للاحتلال إتمار بن كفير من منصبه وفي خطوة أثارت ردود فعلا متباينة كشف الاستطلاع عن أن بعض الجامعات الأمريكية والكندية استعانت بشركات أمنية إسرائيلية للتعامل مع المظاهرات المؤيدة لفلسطين وفي قطاع غزة استشهد 22 شخصا في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع كما استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا وأصيب العشرات في قصف على محيط مستشفى كمال العدوان شمالية القطاع وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة بأن جيش الاحتلال استهدف المستشفى بإطلاق النار من الطائرات المسيرة واقتحم المبنى وأجبر عددا من المرضى على إخلائه واقتادهم إلى جهة مجهولة قدم رئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول اليوم اعتذاره عن فرضه الأحكام العرفية لكنه لم يقدم استقالته وفي رسالة متلفزة مقتضبة أعلن يون أنه سيعهد إلى حزبه مهمة اتخاذ تدابير لتحقيق استقرار الوضع السياسي بما في ذلك ما يتعلق بفترة ولايته كما وعد بأنه لن يعلن الأحكام العرفية مرة ثانية وقال رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون أن ممارسة رئيس مهماته بشكل طبيعي أمر مستحيل في هذه الظروف ولا مفر من استقالة مبكرة للرئيس وصلنا إلى ختام الموجز للمزيد من الأخبار والتفاصيل زروا دائما موقع رؤية الإخباري رؤيا نيوز دوت تي بي وتطبيق رؤية الإخباري المتاحة لجوجل بلاي أبستور وهواوي أبغالري كما يمكنكم أيضا الاستماع للأخبار يوميا على أبو تكاس الأخبار من رؤيا ويفز عبر جميع المنصات السمعية في أمان الله اشتركوا في القناة